هذه القذيفة هناك مراقبة دقيقة مراقبة لصيقة بحيث أنه استطاع أن يوجهها إلى أقرب حشوة متفجرات موجودة انفجرت انفجر المبنى كامل والمبنى هذا مرتبط مع المبنى الآخر من خلال الدارة الكهربائية أو الكورتكس التفجير لا الآن نتحذف عن تي بي جي تي بي جي مختلف حشوة مترادفية شظاياها أكبر أكبر وسع اللهب العصف وبالتالي الآن بمعنى تي بي جي إذن التأثيرات الناتجة عن انفجار تي بي جي أدى إلى انفجار أحد الحشوات الموضعة وبالتالي حدث الانفجار والانفجار انتقل بالتزامن والتوازي إلى المبنى الثاني لكن الشيء الإضافي أولا كنا نعلم وبنارأة الأخبار التي كانت تستر أنه تم استهداف الدبابة بتاندوم أو اليسين لا فرق فرق في العسماء هذه فقط نشير بأنها فيديو محاكاة لما قد يكون قد حصل الآن تم استهداف الدبابة بفاصل زمني أتوقع أنه يكون قصير جدا استهدفت الدبابة حالة ارتباك وفوضى استهدف المبنى زادت حالة الدبابة يعني الدبابة أولا هكذا أقرأ الدبابة أولا هكذا أقرأ بفاصل زمني الآن أكثر من عنصر كان ينفذ العملية لا يمكن لعنصر واحد أن ينفذ عملية ثلاثية الأبعاد الآن هناك من كان يحمل القاذف المخصص للدبابة سواء كان تاندوم أو اليسين يسين مئة وخمسة وبجانبه سواء بنفس المكان في مكان آخر يوجد وسيلة اتصال يوجد اتفاق على إدارة العملية تم مهاجمة الدبابة تعني حالة ارتباك وفوضى وبالتالي تشد الأنظار باتجاه الدبابة حركة غير طبيعية بنتيجة هذا الحدث قام العنصر الثاني بإطلاق التاندوم على المبنى حصل الانفجار المتزام لأنه متأكدا للانفجار إذا كانت مبنيين أنا أتحدث بناء عن المعلومة التي وصلت صحيح وبالتالي إذا كان مبنيين هناك آلية هندسية من أجل ربط الحشوات وضمان التفجير بأكثر من طريقة انفجر المبنى الآن أصبح هناك إرباك عام هناك قتلى هناك جرحة هناك الجانب الكيان لم يتحدث إلا عن القتلى الآن ستأتي قوات تعزيزية من أجل معالجة هذا الموقف وهنا كانت المسجد الثالثة حق للألغام سواء كان يعني كلمة الألغام دعني أقول هي كلمة مجازية الآن قد يطلق اللغم على اللغم الحقيقي الذي ينفج بطريقة معينة وقد ينسب إلى منطقة تقتيل إلى حشوات أخرى سواء شواظ سواء غيرها وبالتالي تم تنفيذ الجزء الثالث من العملية هذا يقودني إلى شيء الإعلان عن 21 قتيل أين الجرحة في ثلاث عمليات الملخص الحرب العالمية الثانية في المعارك وليس في هذه الحالة ثلاثة إلى واحد عدد الجرحة ثلاث أضعاف القتلى القتلى يعني قتيل مقابل ثلاثة جرحة هذه في المعارك التقليدية في هذه الحالة قد المرجح أن يكون أعلى وعدم الترجيح أو أقل أحتمالا أن يكون مكافئ إذن إذا نتصور لواء دويري دبابة ميركافا ومجموعة تؤمن مبنى يقوم فريق الهندسة بتفخيه تقريبا كم عدد الجنود يا سيدي إذا أنا كبعد تحليلي الآن الذين قتلوا ليس جميعهم من الهندسة ممكن يكونوا من الفرقة التي تؤمن من مجموعة الحماية من الذين كانوا في الدبابة قتل ثلاثة فالآن هذا المبنى في ظل ظروف ميدانية صعبة في ظل مفاجآت كثيرة نجحت في استدراج واستهداف قد تكون مجموعة الحماية لا تقل عن فصيل مشاه فصيل يعني كم العدد؟ فصيل المشاه الستاندرد العالمي 33 33 33 مجموعة الهندسة التي إذا كان مبنيين لن تقل عن عشرة أفراد في كل مبنى في الحد الأدنى صرنا 53 في الحد الأدنى لأنه الآن أنا أطرح علم عسكري الآن عندما نقول تدمير مبنيين هذا يحتاج إلى إجراءات والإجراءات تحتاج إلى أي دعامل مان باور مشان تنفذ هناك من هو يوضع الحشوات هناك من هو يقوم بعملية توصيل من يقوم بعملية التأكد لأنه إجراءات معقدة وستكون عشرات الأسلاك الممدودة من الحشوة الأولى إلى الثاني لأنه باعتمدها له إذا كان كهربائي بنظرية التوالي أم بالتوازي وكل طريقة لها إجراءات وهناك الآن مجموعة الحماية الخارجية كما قلت لك بالحد الأدنى المبنى الواحد كان في عشر أفراد هندسة بالحد الأدنى إن لم يكن أكثر قد تكون فصيل هندسة كامل هو مكلف بالعملية وفصيل الهندسة عددا أكثر من فصيل المشاة قد يصل إلى تسعة وثلاثين أربعين وهناك مجموعة الحماية والدبابة وهناك المجموعات التي أتت للإنقاذ في هذه والتي أعتقد أن التسلسل الزمني كان الدبابة المبنى الحقل الألغام إذن نحن أمام مراحل مراحل وأعداد مرتبطة في كل مرحلة ترجمة نانسي قنقر